اشتركوا في القناة خرجت من ICU مباشرة عملة لديها اهداف كبيرة واستعرها 0.02 دولار جيدة للشراء يعني اصلا هذه التوصية التي ساقوم بشرحها في هذا الفيديو لهذه العملة الجديدة هي اصلا مدفوعة لن تجد اي شرح لهذه العملة يعني شرح عربي او يعني توصية للشراء بهذه العملة لان من المنتدر ان ترتفع ارتفاع في هذه الايام خصوصا ان هذه العملة لديها اهداف كبيرة انا اريد التقاسم معكم كل كبيرة وصغيرة يعني لا احتكر اي معلومة ولا اريد اي شيء اي مقابل على اي توصية يعني صراحة هذه العملة الكثير الكثير من الاخوة يعني يقومون بالتسطر على العملة الجديدة التي تخرج من ICU هذه عملة جيدة سنقوم بالدخول الى العملة ها هي العملة الاند الاتر الاند هي مدعومة من الاتريوم يعني لاحظ معي ارتفعت يعني يعني منذ لاحظات يعني سترتفع ارتفاع موهول هذه العملة الان التوطاسي بلاير خاص بها مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون وحدات عملة قيمتها بالدولار سفر فاصلة اثنان يعني نشاريتها بسفر فاصلة سفر اثنان فقط الان ارتفعت كما ترون مباشرة تساوي بالساطوشي مائتان واثنان وعشرون لاحظ معي العملة خرجت يعني من الاي سيو يوم تلاتين يعني ظهرت في المنصة البارحة كما ترون العملة الجديدة حصرية لن تجدها في اي قناة سنقوم بالدخول الى الماركت يعني مدعومة من منصة الاتريوم دلتا يعني كنت قلت في الاول ان منصة الاتريوم دلتا هي منصة يعني صعبة شيئا ما ولكن وجدت العكس منصة يعني افضل منصة امنة صراحة يعني لم اجربها في الاول عندما قمت بتجربتها وجدت بعض المشاكل لاني لم اعرف طريقة الصحيحة للاشغال فيها والطريقة الصحيحة يعني كريت والد فيها ساقوم بشرح مفصل لطريقة انشاء حساب وطريقة تعامل مع هذه المنصة منصة اول شيء سنرى العملة يعني سنرى اهداف الخاصة بالعملة سنقوم بالدخول الى الويب سايت الخاص بالعملة سنقوم بالدخول اليها يعني لديهم اهداف كبيرة وخصوصا ان العملة مدعومة من الاتريوم الاصلية سنرى ذلك يعني كما ترون ها هو موقع الخاص بالعملة كما ترون اه يعني موقع احترافي الاعضاء اه اعضاء المجموعة يعني الرؤساء الخاصين بالعملة يعني اه هناك شيء كبير هنا يعني الكل يتحدد جميع الاخبار اذا دخلنا الى يعني السوسيال الخاص بهم يعني تويتر او ستجد اه الكثير من المواقع تتحدث عن هذه العملة هذه العملة جيدة يعني مثل الپاور العملة التي صراحة لم اشريها انا شخصيا يعني هذه العملة اه جاءت باهداف كبيرة واهداف جيدة مدعومة من شركات كبيرة كما ترون هذه كلها شركات دائمة لهذه العملة اه يعني هذا الموقع الخاص بهم لديهم مؤتمارات إذا دخلت على اليوتيوب وكتبت سندخل على اليوتيوب سنجد الكثير من المؤتمارات الخاصة بهذه العملة العملة جيدة يعني جديدة حصرية العملة يعني لن تجد اي شرح عربي بخصوص هذه العملة سنرى احد المؤتمارات كما ترون هنا يتحدثون عن الاهداف الخاصة بهذه العملة يعني يعني عملة جديدة يعني حصرية هنا يتحدثون هنا يعني يشرح هنا يعني يشرح هذا الفيديو يعني ترى يعني مؤتمر كبير بحضور يعني يعني رؤساء الخاص بهذه العملة والأعضاء يعني العملة في ارتفاع كما ترون 0.2 ومن المرتقب ان تصل الى 0.1 وتتجاوز هذا الرقم ان شاء الله الى الواحد دولار يعني لاحظ معي 0.45 يعني العملة الان بالبيتكوين هي مرتفعة وبالأتريوم المهم ان سننتقل الى طريقة التشجيل في المنصة منصة الاتر ديلتا سنقوم بالتشجيل فيها هذه المنصة مدعمة من هذه المنصة والعملة لازالت جديدة خرجت في منصة الاتريوم ديلتا ومنصة اخرى انصحكم بهذه المنصة منصة جيدة تتعامل بالاتريوم فقط لان هذه المنصة يعني دائمة لاتريوم الاتريوم يدعم هذه المنصة يعني تداول بالاتريوم هذه المحفظة يعني البلوك الخاص بالاتريوم ماي اتر والت سنقوم بإنشاء حساب في الماي اتر والت لكي نقوم مباشرة بالدخول إلى حسابينا في الاتريوم دلتا يعني الاتريوم هي دائمة للمنصة الاتريوم دلتا يعني طريقة إنشاء الحساب سأقوم بإنشاء حساب معكم لا مشكلة نقمتوا بإنشاء حساب مثلا هنا تكتوب الباسوورد الخاص بك أي باسوورد يعني تذكر الباسوورد الخاص بك سأقوم بإنشاء حساب أي باسوورد مثلا هذا الباسوورد كريت والت يعني الباسوورد يجب أن يكون قوي ثم نضغط على كريت والت ثم نضغط هنا يعني الكي ستور سنقوم بتحميل الكي ستور يعني ملف لا بد أن تقوم بيعني هذا الملف ستقوم بوضع أفيش دوسي هذا الملف الخاص بك ستقوم بعمل له كوبي وقم بإنشاء ملف أنا قمت بإنشاء ملف تيست إيتر تقوم بعمل كولي لأنه لا تضيع هذا الملف يعني من الطرق الدخول إلى حسابك هو من هذا الملف المهم سعندما نقوم بتحميل ذلك الملف نكمل نضغط هنا عندما تقوم بتحميله تضغط هنا يعني هنا ستقوم بنسخ البريفايت كي هذا البريفايت كي يعني هذا ليس الحساب الأصلي الخاص بي سأقوم بنسخ البريفايت كي هذا يعني مكون من أرقام لا بد أن تنسخ هذا البريفايت كي ضروري أن تنسخ هذا البريفايت كي آآ وتضعه في يعني الملف الذي قمت بإنشائه تقوم بالضغط على يعني آآ تضعه في بلوك خاص بك آآ تسميه آآ هذا البريفايت هذا يسمى البريفايت بريفايت كي تقوم بنسخ هنا البريفايت كي لابد أن تقوم بجمع المعلومات في ملف واحد لكي لا تضيع هذه المعلومات هي معلومات ضرورية للدخول إلى حساب الخاص بك من الصعب جدا أن يخترقها الحساب الخاص بك المهم ثم نضغط هنا على والد سيظهر لنا يعني هذه الخاصية سنقوم بتحميل هذه الورقة يعني على خاصية البدائف يعني آآ هنا تختار البدائف ثم تضغط انغوجيستخي ثم تختار ملف آآ الذي تريد انزال فيه تضغط انغوجيستخي ويعني آآ من الأفضل أيضا أن تقوم بآآ عمر كابتور يعني زوم زوم هكذا وتعمل كابتور تضعه في تضع كولي ثم تضغط على سيف انغوجيستخي تضعه في الملف الذي آآ قمت بانشائه للمعلومات الخاصة بك جيد الآن جيد يعني آآ تقوم بنسخ كل المعلومات الخاصة بك ثم تضغط على سيف يور آدرس يعني ها قد قمنا بآآ نسخ كل المعلومات الخاصة بنا اذا اردنا الدخول الى الحساب الخاص بنا نضغط على هنا ثم نقوم بنسخ البريفايت كي ليس الادرس الخاصة بك البريفايت كي الذي قمنا بنسخها ها هي البريفايت كي نقوم بعمل نسخ للبريفايت كي للدخول مباشرة الى حساب يعني ملاحظة هذه البريفايت كي لا تقوم باعطائها لأي شخص لانه يمكن لك ادخولها الى حسابك نضغط هنا نكتوب البريفايت كي ثم نضغط على مباشرة سنقوم بالدخول الى حساب الخاص بنا كما ترى والد آآ يعني آآ قمنا بالدخول لحساب الخاص بنا يعني ها هو الحساب الخاص بالاتريوم الخاص بنا يعني هناك طرق متعددة للدخول الى حساب لآآ حسابك كما ياتريوم تقوم بآآ يعني وضع البريفايت كي فقط ثم آآ اذا اردت الدخول بخاصية اخرى هناك خاصيات كثيرة كما ترى ما هو الحساب الخاص به هذه الادرس الخاصة بك للاتريوم ها هي الخاصة بك يعني البالونس الخاص بسفر آآ هذا ليس الحساب الرئيسي الخاص به يعني قمت بانشاء حساب مباشرة فقط لكي آآ تكون عملية تشجيل سهلة لكم اذا اردت مثلا الدخول بطريقة اخرى آآ سأقوم بالخروج من الحساب الخاص بفي ماي اتر والت آآ طريقة اللوغن يعني الدخول الى حسابك طريقة سهلة تضغط هنا على سنت اتر توكن ثم تختار طريقة الدخول هناك طريقة الاولى البريفايت كي التي قلتوها لكم تقوم بك ادخلصت آآ الادرس الخاصة بالاتريوم بالبريفايت كي تقوم بكتابة البريفايت كي هنا تعمل كولي ثم آآ الطريقة الاخرى للدخول الى حساب الخاص بك هناك ثلاث طرق طريقة الاخرى تضغط على آآ الكي ستور هنا ثم تقوم بيجلب ذلك الملف الذي حملته الملف الذي حملته سنضغط هنا تاست ها هو الملف الذي قمنا بتحميله هنا تقوم بكتابة الباسورد الذي ادخلته سنقوم بكتابة الباسورد ثم نضغط هنا سمباشرة سندخل الى الحساب الخاص بنا كما ترون ها قد دخلنا الى الحساب الخاص بنا يعني طريقة التجيل هي طريقة سهلة في محفظات الماي اتر هذه محفظات ماي اتر هي محفظة الخاصة بعملة الى اتريوم فقط المهم عندما يعني دخلنا الحساب يعني المعلومات التي عملت لها سيد لابد آآ ان لا يعني تقوم بحد فيها او يعني تقوم بتضيعها يعني تلك المعلومات هي الخاصة بالحساب المهم الان عندما قمنا بانشاء حساب في الماي اتر والت سنقوم الان بانشاء حساب في منصة يعني الطريقة سهلة جدا ستضغط على سيلكت اكونت لا تضغط على نيو اكونت اذا ضغطت على نيو اكونت سهم سيعطيناك سيعطوك يعني ادرس خاصة بالاتر وكي الخاصة بالمنصة قم بالضغط هنا على امبورت اكونت تضغط على امبورت اكونت هنا هنا ماذا ستفعل ستقوم بنسخ الادرس الخاصة بمحفظات الماي اتر والت سنقوم بنسخها ها هي سنعمل كوبي ثم نضعها هنا هنا سنقوم بادخال الخاص بالمحفظات الخاصة بنا سنقوم بادخال اهو سنعمل له نسخ اه وقع خطأ اه ويشتغل بريفايت كي سنقوم بعمل النسخ له كوبي نقوم بوضعه هنا ثم نضغط على امبورت اكونت مباشرة ها قد تم انشاء حساب خاص بنا في المنصة يعني اذا اردت الدخول الى حسابك في المنصة تضغط على اه امبورت لا تضغط على امبورت امبورت يعني طريقة الدخول للمنصة يعني هي مرتبطة مباشرة بالماي اتر الخاصة بك يعني عندما سيكون لديك صولد هنا عفوا ساقوم بالدخول الى حساب مرة اخرى لكي اريكم اه الصولد الخاص بكم ساضغط هنا للدخول الى الحساب الخاص بي اضع هنا اه قلت لكم الان اه قمت بانشاء حساب في الماي اتر والت ومنصة الخاصة بالاتريوم دلتا عندما ستقوم بايداع المبلغ مثلا اذيك ستقوم بشراء الاتريوم في اي منصة اليوبات او البولونياكس او الباتريكس او الكوان اكتشينج عندما ستقوم بشراء الاتريوم من المنصة سترسل الاتريوم الى هذه المحفظة الخاصة بك يعني هذه الادرس والت ستقوم بنسخها ثم تشري اتريوم ثم ترسلوها عندما سيظهر الصود الخاص بك في محفظتك في الماي اتر يعني لن يتأخر يعني دقيقة كحد اقصى لا اه ارسال المال سيصلك هنا اه المبلغ الخاص بك عندما سيصلك سيظهر لك هنا يعني الان انا ليس لدي يا راسيد لان اه هذا الحساب يعني تجريبي فقط لكي اشرح لكم عندما سيظهر لك اه راسيدك من الاتريوم هنا يعني هذا الراسيد الخاص بك بالمحفظة اه ماي اتر والد كي تفهموا يعني هنا سيظهر لك الصود الخاص بك اه الموجود في المحفظة عندما سيظهر اه اذا ارد اردتشير اي عملة ستقوم بكشابت هنا مثلا هنا لديك اتريوم مثلا اتنان اتريوم ستحوله الى المنصة ستحوله هنا ستكتب اتنان ثم تضغط مباشرة لا تدخل اي ادرس ولا شيء تكتب مثلا اتنان اتريوم ثم تضغط على سيظهر لك يعني مثلا اتنان اتريوم هنا عندما سيظهر لك اتريوم الخاص بك هنا مباشرة ستقوم بشراء اي عملة تريد مثلا نريد شراء تلك العملة سنبحث عليها هناك عملات كثيرة اه سنشري اللاند نبحث على حرف الال قمت الان بالدخول الى الحساب الخاص بي اللي كي اشرح لكم مباشرة كما ترون اه شريته سبعة وتلاتين الف وستمائة وواحد وعشرون من عملة اللاند يعني حوالي وضعت اه تمانمائة دولار اه وضعتها وسازيد يعني المبلغ ساشري اتريوم وسا اقوم بوضع مبالغ اخرى لشراء هذه العملة كما ترون طريقة الشراء الان هنا عندما ستضغط لاند ستظهر لك اللاند هنا اه بالاحمر من يريد البيع وبالاخضر من يريدون الشراء يعني اقل مبلغ للبيع هو يعني سفر فاصلة سفر 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 يعني تسعة واربعين الف من الاتريوم ليس من البيش كوين اتريوم يعني اقل مبلغ للبيع اه هنا سمتلا هنا من يريد من يريد الشراء تسعة تسعة الاف يعني لم تظهر هنا اه الوردر يعني هذه ليست اخر اوردر مثلا سأريكم طريقة الشراء مثلا تريد الشراء تضغط هنا على هذه الوردر مثلا عندما ستقوم بالضغط عليها اه كم تريد شراء من اه وحدة عملات من هال بهذا التمن يعني هذا الشخص يريد البيع بسفر فاصلة سفر 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 تسعة واربعين الف اتريوم بكل واحد لاند مثلا انا اريد شراء اه متلا سأريد شراء عشرة الاف الف عشرة الاف عشرة الاف وحدة لاند سأشريها بتمن اه نصف اتريوم مثلا اريد شراء مئة الف سأشريها باربع اتريوم فاصلة تسعة يعني مئة الف سأشريها باربع فاصلة تسعة اتريوم ثم اضغط على باي وتنتظر حتى تتحقق لك اه يعني اه عملية شراء يعني عملية شراء والبيع هي سهلة جدا اذا اردت البيع تضغط هنا مثلا او تقوم بانشاء هنا مباشرة اوردر خاصة بك هنا يعني اه لا تشري مباشرة من هنا مثل المنصة الاخرى هنا الباي تضغط هنا وهنا السيل اذا اردت الشراء تضغط هنا بكم يعني اه كم تريد اه شراء اه يعني من واحدة يعني اه مثلا اريد شراء اه اه سبعة الاف كمثال هنا تقوم بكتاب التمن الذي تريد الشراء به مثلا اريد الشراء ب اه سفر فاصلة سفر 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 تماني واربعين الف اه اه اتر هنا سيظهر لك يعني كم اه المجموع مثلا اه بكم تمن تريد الشراء تكتب بكم تمن يعني اه تراقي بصوة تكتب ثم تضغط على باي نفس عملية البيع تضغط هنا على سيل ثم تقوم بعملية البيع بكم تريد البيع يعني منصة سهلة جدا طريقة تشجيلية سهلة جدا انصحكم بهذه العملة يعني قمتوا بتقاسم معكم هذه العملة الجديدة اه الآن هي تساوي سفر فاصلة اثنان تلاتة تمانية دولار نضغط اكتشيالي زي هنا اه كما ترون هنا ترتفع يعني مائة واثنين وعشرون بيتكوين لكل واحد عملة اه لاند يعني صراحة اه ستقوم اه منصة اخرى بدعم هذه العملة وسسترتفع مثل منصة ستدعم يعني اه اعتقدوا ان غدا او بعد غد ستدخل الى منصة ومنها ستدخل الى منصات مثل بيت ريكس ليو بيت بولورنياكس ان شاء الله ونتمنى ان ترتفع الى واحد دولار يعني اذا ارتفعت الى واحد دولار يعني سنحقق مبالغ كبيرة جدا يعني تتراوح بين تلاتين الف دولار او اربعين الف دولار من هذه العملة ان شاء الله هذا ما نتمنى هذا كل ما لدينا الحلقتين اليوم اذا اديكم اي سؤال اه او من يريد شراء البيتكوين فمرحبا بيه فليتواصل معي على صفحتي في الفيسبوك صفحة سينس ويب هنا من يريد شراء البيتكوين هنا اه يتواصل معي على صفحتي في الفيسبوك سينس ويب اه سا يعني اجيب على كل الرسائل التي تصلوني فمرحبا بكم لا تنسوا دعمنا بعمل الشراك للقناة لاتكم كل جديد على انتنات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته